موسيقى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الكادية مثل اليوم وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر مثل رئيس الوزراء في ختام أعمال الدورة العادية الثانية للجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي المناسبة جرت بقصر الخامس عشر من يناير بحضور عدد كبير من المسؤولين محمد عثمان بشير ومزيد من التفاصيل بناء القدرات المؤسسية من أجل نمو اقتصادي مستديم ذلك هو الشعار الذي أختر من قبل المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي موضوعا لأعمال الدورة العادية الثانية للمجلس حيث دأب مستشارو الجمهورية بالمجلس خلال أسبوعين من افتتاه هذه الدورة العمل على دراسة كل المعويقات التي تقف في عتبة تقدم الاقتصادي للدولة خاصة تلك التي تساهم في إيجاد عجز شبه دائم على مستوى ميزان مدفوعات الدولة أبد الرحمن مختار محمد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي أكد خلال كلمة الاختتمية لهذه الدورة العادية الثانية على أن المقترحات التي قدمت للحكومة من قبل المستشارين قد تكون جزءا مهما في إيجاد حلول نجيعة لجمع المشكلات التي تعيق عجلة تنمية الاقتصادية بالبلاد وأكد سيد مختار بأن الطاولة المستديرة التي انعقدت في باريس وملتقى المستثمرين الذي انعقد بالعمارات لولا ما إذا كانت الحكومة لم تأخذ توصيات المجلس بشكل جدي لما كانت قد انعقدت ونجحت بهذا الشكل وأردف رئيس المجلس الاقتصادي بأن هذه الدورة الثانية لم تكن لتخرج بتلك التوصيات المهمة إذا ما كان هناك تعاون وتنسيق بين مختلف الوزرات وتوجيهات واضحة وصريحة من قبل رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو عبر قيادته الرشيدة للحكومة ومؤسسات الدولة ترأس اليوم رئيس اللجنة الفنية المشتركة للاصلاح المؤسسي الوزير الأمين العام للحكومة الدكتور ربط الله صابر الفضل ترأس عمال اللقاء الأول حول تقرير اللجنة الفنية لإصلاحات مؤسسات الدولة هارون أباد انطلقت أولى جلسات العمل من أجل المصادقة على تقرير لجنة الفنية المشتركة للاصلاح المؤسسي تمهيداً لمنتدى الإصلاح الشامل لهيكلة الدولة ومؤسساتها حيث افتتح عمال اللقاء رئيس اللجنة الفنية الوزير الأمين العام للحكومة الدكتور عبدالله صابر فضل الذي عدد الخطوات التي انتهجتها اللجنة قبل عقد هذا الملتقى وذلك بعد وضع خارطة طريق لتسهيل العمل سبقت جولات بالأقاليم ورقاءات لتلقي المقترحات والآراء بالرد على الإطار المرجعي من قبل القوى الحية التي تتمثل في جمعيات المجتمع المدني وطبقات السياسية وتنظيمات الشباب والمرأة وقد تم تشكيل منصقية خاصة للتحرير وسياغة الاقتراحات في شكل تقرير شامل وأوضح الوزير أن هذا اللقاء سانح يسمح للمشاركين بتحليل ومراجعة واعتماد هذا التقرير ورفعه إلى اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الوزراء وعقب ذلك قدم عرضا سريعا لملخص التقرير بحيث يحتوي على 120 صفحة وعشر فصول وأبرز هذه الفصول هي هيكل الدولة فدرالية أم لا مركزية وعدد الأقاليم ونظام السلطة التشريعية وإمكانية قيام مجلس الشيوخ دولة فدرالية لأن الفدرالية ما مشكلة الفدرالية نشيل حيكل أو مقترح دستوري أساسي للدولة كان لا مركزية أو فدرالية الشيء المخلينا نعتمد ولكن نكون متابق مع سخافتنا وأعدتنا وأدياننا وعراء الناس ليتفز الوطن الوطنية ناقش الحضور بشكل مطول لتقديم المقترحات لتعديل النصوص وسياغتها بشكل يتماشى مع الواقع التشادي والخروج بوثائق ومستندات مرجعية قابلة للتنفيذ عمليا على أرض الواقع اشتركوا في القناة